مشروعية صلاة العيد في المنزل إذا تعذرت إقامة صلاة العيد في الساحات لمانع كما هو حاصل الآن بسبب وباء كورونا فحكمها هو حكم من فاتته صلاة العيد في الخلاء أو المسجد حيث يصليها جماعة مع أهل بيته أو منفردا على صفتها المعروفة كما سنشرح في هذا الفيديو إن شاء الله ويدل على ذلك فعل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا فاتته صلاة العيد جمع أهله وبنيه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما كصلاة أهل المصر وتكبيرهم فخلاصة القول إذن أنها تصلى في وقتها المعروف بنفس هيئتها المعروفة جماعة أو فرادة كل على حسب حاله وبدون خطبة وقت صلاة العيد يبدأ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح أي بعد خمس عشرة دقيقة بعد شروق الشمس ويمتد حتى وقت الزوال اغتسل وتزين وأبناؤك بأحسن الثياب وأطيب الطيب ثانيا تفطر على تمرات قبل الجلوس في مصلاك فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثم اجلس أنت وأهلك في مصلاك بالمنزل وكبروا بصيغة التكبير المعروفة وذلك حتى دخول وقت الصلاة ثم تقطع التكبير وتصلي صلاة العيد كيفية صلاة العيد إذا جاء وقت الصلاة تصطف أنت وأهلك للصلاة دون إقامة ثم يتخذ الإمام حاجزا من جدار أو ما شابه وتصطف الأسرة خلف الإمام حسب كل حالة وذلك على النحو الموضح أمامك على الشاشة لا إله إلا الله الله هو أكبر الله هو أكبر ولله الحمد الله هو أكبر صلاة العيد ركعتان يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح وهو مستحب ثم يكبر بعدها ستة تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة وسورة الأعلى ويكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة وفي الركعة الثانية يقوم فيكبر تكبيرة الانتقال ثم يكبر بعدها خمس تكبيرات ويرفع يديه مع كل تكبيرة ولا يتعجل في التكبير بل يكبر الله ويسبحه ويحمده بين التكبيرات ثم يقرأ الفاتحة وسورة الغاشية ويمكنه أيضا أن يقرأ في الركعتين بسورتي قاف والقمر ثم يكمل الإمام الصلاة ويسلم ولا يخطب خطبة العيد فليس لصلاة العيد بالمنزل خطبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر